يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس اليوم حلينا اسئلة الوحدة صفحة 25 خلينا نستعرض طريقة الحل سريعا السؤال الاول كان عبارة عن خط اعداد لكن هناك اعداد مفقودة كيف عرفناها؟ طبعا احنا بنعرف ان نصف صفر هو عبارة عن نقطة الارتكاز اللي بالمنتصف على يمين هالاعداد الموجبة وعلى يسار هالاعداد السالبة الان بنبلش موجب واحد ايش رح يجي بعده؟ موجب اثنين وهكذا موجب ثلاث موجب اربعة الى اخر الان الصفر على يسار هالاعداد السالبة بتبلش من سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب اربعة سالب خمسة سالب ستة تمام؟ تمام السؤال اللي بعده كان عبارة عن خط اعداد يحتوي على رموز وليس ارقام ماشي يا خامس شو كان السؤال؟ بده منك مين هي الاعداد السالبة؟ الاعداد السالبة بحكينا هي جيم والف ليش؟ هاي الصفر هاي الصفر مين على يسارها؟ بيكون الاعداد السالبة اللي اقل منها طب مين في هون على يسار الصفر؟ عندك جيم والف إذن هاي جيم والف هي الاعداد السالبة مين الاعداد الموجبة؟ بتطلع على اليمين عندي با ودال هي الاعداد الموجبة لأنها على يمين الصفر هل با وجيم لهم نفس البعد عن الصفر؟ نعم هاي تفرج هاي خطوة واحدة لما وصلنا با وخطوة لما وصلنا جيم هذا يعني انه با هي معكوس جيم وجيم هي معكوس با تمام؟ يعني على سبيل المثال لو كانت با موجب واحد جيم رح تكون سالب واحد تمام يا خامس أوكي السؤال اللي بعده كان عن الصفر هل هو وعدة سالب أو موجب؟ الصفر اتفقنا يا خامس انه هو عبارة عن نقطة المنتصف لا هو عدد سالب ولا هو عدد موجب ايش معكوس الصفر؟ ما الو معكوس الصفر ليس له معكوس ولا هو عدد سالب ولا هو عدد موجب باعتبره حالة لحاله عشان هيك لما حكينا خط الأعداد من ايش بيتكون؟ حكينا أعداد موجبة أعداد سالبة وصفر اذا عدينا الصفر لحالها ما عديناها لا مع الموجب ولا مع السالب السؤال اللي بعده كان عن درجة الحرارة الميزان امامك الميزان كانت قراءته موجب خمسة كان السؤال انك لو انزلت عشر درجات تحت الموجب خمسة لحد وين بتوصل خلينا نجرب هاي واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر موجب خمسة موجب اربعة موجب ثلاثة ثنين واحد صفر سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب اربعة سالب خمسة اذا لو قفزت عشر قفزات من الموجب خمسة نزولا رح اوصل لسالب خمسة فالطالبة اللي بالكتاب حاكية انه رح نوصل عند سالب عشرة هذا الكلام غير صحيح الجواب الصحيح هو سالب خمسة يعطيكم العافية